فإن البيعة جاء بها الوحي وأمر الله ببيعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقر الصحابة الكرامة على ذلك فأصلها بيعة بين الله وبين عباده تشمل أنفسهم وأموالهم والمباشر لأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ثم من ينوب عنه فيما بعد وهي أنواع ودرجات فأعظمها البيعة لله صحانه وتعالى وقد أكدها الله في التوراة والإنجيل والقرآن فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ثم بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وقال فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وهي على حسب ما يحتاج إليه فبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار بالعقبة كانت على بيعة النساء وهي ستة بنود هي بيعة النساء التي جاءت في سورة المنتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ويبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروفهم فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وبيعة النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأصار عند غزوة بدر كانت على القتال وبيعته للمؤمنين تحت الشجرة عندما علموا سمعوا أن عثمان قتل بمكة كانت على الموت وبايع عشرة من أصحابه على أن لا يسألوا أحدا شيئا وبايع جليل بن عبد الله البجلي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وكذلك بيعة خلفاء الراشدين المهديين على السمع والطاعة في المعروف وهذه البيعة هي التي رواها الصحابة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة وعلى أثرة علينا وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نقاب بالله لوم تلائم وأن لا ننازع على أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان فهذه هي البيعة